ه aftermath ridge rien باح اعلم اليين القيد هيا خالطي د��� Fang انا لم تتاقط كابايتك من بيت assurance لم تقالي ساعد خالطي تنظيف البت الترتيب او لم تف Bailey خالي لا مثله لا تحتاج هو شعر سمعني خالطي одного شخ fera يمكنني اساعدانيا حتى يقولين ساعدك على الكران لا ربي اماك انا ها هذا اللي قاعد ترززلي بالجرائد والتلفزيونات وتحاور الحريم وتكرم الأمهات معرفة تتعلم بنتها السنة؟ لو سمحتي خالتي ترى اللي تتكلمين عليها أمي وأنا ما سمحلش تغلطين عليها ما شاء الله والله طلع لتشلسان أنا خبري فيتي ومن خطبت قام لها مقصوعة كلمتين على بعضها ما تعرفين تقولين؟ وانت رأي طويلة وأنا ماني فاضية تعالي همي إيتي لما خالطت أمري اللي توقف تكلمي توقفين وتسمعين سمعتني ولا لا؟ انت شانت مدين هيدت علي لأنك قليلة أداب وما تستحين على ويهيت ومومة ربيا والظاهر أمهيت مدلعت شوائد بس حبيبتي لا أنا الدلع ما يدور عندي هني لو سمحتي أمي مربيتني عدل مااني بنتك ولا أصغر عيالك عشان تتعاملين معي بهذه الطريقة وبعدين أنا أقدر أرد عليك بس مااني رادل أنك حرمة كبيرة وإذا يا بدر بقولهم كل اللي سوتي فيني خوفتيني يعني بتخرعني ببدر هيا 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 يا طيبو إن ما ربيتش على إيدي ما أكون أنا وصال هاخ والله لا طلع من عيونك كل يوم غاب فيه ولدي عن عيني أنا وأبو معشي معشي أخوتي بدر ترى هذا أمر غريب لماذا؟ اليوم الصبح رح تلل أبوتي أود سيارته اللي كانت بالقراجة ولقيته عند الباب وعيا ما رضي خليني أدخل أعطي أبوتي المفتاح قال يعني أبوتي كان نايم كنت عطيت المفتاح ورحت نزان حبيبي وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة أن أبوتي قبل قليل دازلي مسج ويتشرح عليه لأنني وصلت عند الباب وما دخلت أسلم عليه نزان يمكن بدر ما يدر أن أبوي مو نايم؟ أنت لو شفت شلون أصر عشان يأخذ مني المفتاح ويمشيني تشان استغربتي مثلي خلاص يبوه روح لعصر شوف أبوي واسأل بدر لا أسأل بدر ولا أبيا كلمة ولا شيء حاصلا أخوتي نفس الشينا علي من زمان لا حرم عليك عاد بدر بحياته ما الشينا نفسه على أحد إيه لأن أخوتي تقولين عن نتشذي لا حاشا بس أنا عارف بدر عدل ويد طيب إلهي إليفوني قوي دق هالأيام ماذا فيك؟ لا لا ما ندين؟ لا لا ما ندين؟ الحمد لله بحياتي لم تدين من أحد لا أعرف ما يدين والله أنا عارف بشي إليفوني قوي مرد يا متدين يا خايف من شيء لا هذا ولا هذاك بس المشكلة عندنا بالدوام في ناس ما تستحي يتصلون باي وقت ولا حين هذي حزة غده أحد يتصل بعدين حبيبتي تبيني يا خليش وقعد تكلم بالموبايل عد لهذه حبيبتي أكيد لأ طبعاً والعافية الله يعافيت حياتي أصدق أسير؟ سلاميذة انا ما قلت تفضل عشان تدخل هذي انتي متيتي انا ييت عشان اتطمن عليك ما رديت انا ما فيني الا العافية ان شاء الله شون صرتي الحين اما قالوا لي انتش دعبانة مجرد ارهاق ما في غيرها اما ترانا بنتك حشاشة تيوفك لا تخشين علي شيء يعني ترى انا عرف بكل اللي صار قالولي مع اني مواصيتهم ما يوصوليش اي شيء يصير بالبيت طالما انتي طلعت اي مننا بس الظاهر اخوانيش لسانهم صار طويل ويبيلقص اخواني يحبونك وانا بعد احبك وانا خاف عليك بعدين اصلا مواصلوا الكلام بازال عليهم تدريني ما نصتش طلعت من البيت ورحت قاعت بيت تريلي بس مو معنات انا نسيتكم ترى قلبي هني معاكم يما انا مو شايلة عليك بقلبي على كل اللي صار تبقين انتي امي اصلا انا نسيت كل شيء على العموم انا بطلع اندي موعد ضروري موعدة يما قاعديني اتكلم معاتش نبي نحل مشكلة عثمان وين المشكلة اخوتش تزوج على سنة الله ورسوله وخلاننا امام الامر الواقع انا كام مسؤولة عن تربيتكم مو مسؤولة عن قراراتكم اذا كانت صح ولا غلط خصوصا القرارات اللي ما تاخذوا الرأي فيها عن اذنك مو شف But مو شف اقولك يما حقل يما شف أحد يا هات انتبفين تلفونت يعاتين ترجدين عليها وتخلصين much ترى كل ما بتحتش قاطعني ما أقادر أقول كلمة واحدة نص ساعة صارنا قاعدين ما تحتشينا شو دعوة هذا الحين كلش أنت مقطع الزوالف تحت شايد قلت شيء أنت الحين؟ عمادي شفيت أنا اللي متصل عليك ترى أنت اللي متصل فيني قلتي تعال أبيك ضروري هديت عمتي ويتش ركض يعني أنت مفروض تقولين أنا أسمع هذا الشديد مفروض إن زينة هيقه عمتك بتسامح بنتها؟ لا شوفي عمتي الحين مشغولة برأيه لها تعبان تبيل الصحة لا حور ريم ولا غير ريم هالحين يعني على الأقل إن زينة هيقه لها الحين صاحي ما في شيء بتسامح بنتها؟ هاي هاي يما اللي يشوفت يقول هذي ما تعرف عمتي والله غير تقعد لهم قاعدة اللي تطلقهم وطلقهم بس الله حاميهم وبمرض زوجها بس شنو شفيه؟ يما أنا هذا الكافي قعم يبلي الغامت كومخن غيره يبلي تشي الغامت؟ أنا اللي اخترتها يما أنتي حددت المكان أنتي اخترت الكافيتها بس عشانا ذكرت والله تدري أنا ليش شي تهني؟ هاي هالكافي أنا ساهمت بتوسعته مقابل أشر فناجين قهوة ينعطون حق أي واحد مشتهي قاعد فيه وما يقدر يدفعه الله يجعلهم إن شاء الله يدعون لك إن شاء الله في كل راشفة قهوة يما قولها فيه ولي مش一قولي تشي الله يما خلين نما من السواله في كلها تكفين عاد دوشي في الموضوع والله احترقت عصابي سولي الله على عصابك يما أنا قررت قرار مهم الموضوع زواج أخوك من بنته عندك الرقيال تلقع في الباب تمشي وتقول لي هو أبوي نايم لماذا تشذبت؟ يبقى أنا ما تشذبت؟ ترى صجح سبالي نايم؟ هم تشذب بعيد؟ عنو بوق ستعلوييك يتنازل من الداري رايح التلقاه أنا ومقاعدين يتريق هني يكون ما تشفتنا بعيد يبقى أنا أنا كنت عيب عيب اللي سويتها يا بدير ريال قايم فينا موجبنا معنه هو ممزوم هالشي عيب عيب تعامله في هالطريقة استح يبقى ليش تظلمني؟ هو كان مستعيل لا فيصل عبرا ما وصل عند الباب اللي داش علي هني وجبني وسلم عليه وحبني على راسي لكن قول الصج قولي قولي أنا ما أحبه قولي ند غار منت أنا غار من فيصل اي غار منت سلمان الله يهديك الله يهديك أنت مع ولدك بدير اسمع لي فيصل هذا مو نسيبي زوج بنتي بس لا هذا ولدي مثل مثلك يديش يرفز الباب ويديش عليه لي مو انتليتي على آخر الزمن وتبلح يديش البيت دابل راسي يشمل هوا سمعت؟ إن شاء الله دق عليها حين واعتذر منه إن شاء الله سلمان الله يهديك شفيك كسرت بخاطر الولد؟ هو ما كسرت بخاطر فيصل الحين من هو فيهم ولدك؟ بدر ولا فيصل؟ أثنينهم بحيالي لكن فيصل قاين فيني وشايلني ووجبني ولدك هذا اللي تحجن عنه يوم ما اللي تزوج ليه حق برتك لكن فيصل ليه فيصل اليوم خاد بنتي ترك بيته وقاعد جابلني وشالني وقام فينه تنكرين هالشي؟ لا ما انكر هالشي بس انتش في كل هداكن هديت علينا شدي مرة واحدة هديه صابك شوية كين نزي تعال وين رايح؟ وارح داخل لا حول ولا قوة إلا بالله بعد عمري ولادي من أكيد انكسر خاطره انت شفيك ما تسمعني؟ أقول لك أمك قعدت تصارخ علي وما تم كلمة لو قعلتها وفوق هذا مدت يديه علي انت زوجي إذا ما أخذت حقي منه ويأخذ حقي منه ناقصتش أنا ولا ناقصتش يكاويتش نايم الولد شوي شوي خلاص يا بنت الناس لو قعتي تشمدي بكثير ما تشكين انت شفيك؟ ليش تحاجيني كذي؟ ليش تصرخ عليك؟ بطط برارتي منك ومن حنتك مات اللامة موفيتش خلاص يا بنت الناس حطني لزاق على حلجك وريحي البشر منك ومن لسانك لا تطالعيني كذيك لا تطالعيني كذيك ترى واصل عندي ليهني؟ ما بيسمح منك أي كلمة بالمرة روحي روحي جادي في الصالة ولا أقول لك روحي بيت أمت أنتم موالها أنا عليهم؟ روحي عندما فكيري بدر أنت تطردني؟ بدر كلمك تطردني؟ إن شاء الله صير خير برد بيت أهلي لك اسمعني كلمة بقولها لك لا تتوقع أني أردع البيت مرة ثانية فاهم؟ 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 لماذا لم نمت؟ ما فيت؟ أنت اللي شفيك؟ معقولك كل هالوقت قاعد تحت؟ يقاعد مع أبوي يقدري مع أبوك لكن ليس لا أقول لك جابلة من العصر إلى هذا الوقت وطول هذا الوقت أنا قاعدة بروحي هنا بالغرفة لماذا قاعدة بروحك؟ كان نزلتي وقاعدتي معنا ولماذا أنزل؟ حق المغثة؟ أنت تدري أن أمك لا توطني طيب ليش هالحساسية؟ يعني ما يصير أنا أقاعدة مع أبوي في بيت واحد وما أقاعدة جابلة وأشوفها يعني إحنا إينا سكننا عندهم عشان أجابلة وأهتم فيه إيه هذا أبوك وما قلنا شيء ولا حق عليك ولازم تقوم بالواجب بس همانا بعد زوجتك أم عيالك أم والدك عزوز يعني لازم تدير بالك علي ولقي حق ما يصير قاعدة هنا مجابلة أربعة طواف بروحي يعني معقولة أخلي أبوي تحت وأنا قاعدة يمتي أحطي إيدي على خدي شفيك أنت مللت مني؟ بس هنا بيت أهلك أشوفك تغيرت؟ تحب أنت تغاريمة قاعدتي مع أهلي أو شنو؟ أنا أغار؟ إيه لأنشتارة مو طبيعية وكلي شوي وتتشكين أمي ولا قربت صوبت ولا درت عنك طيبة المفروض أنت تشجعيني على قاعدتي مع أهلي مو تشيشيني عليهم أنت اللي مو طبيعي وأنت اللي تغيرت بحدهم من ولك هالكلام إيه أكيد أمك بحفظتك هالكلمتين ويعني تقولهم لي يلا عاد ما أصبح لك ولا تبين طاريمي على لسانك برثاني بها الطريقة بدر مأس ولا كلمة تبين تقاعدين مع أنا حياة الله إذا ما تبين كيفك كيفك أنا علاقتي كانت بتوترة مع أهلي ولازم أعدلها شوفي إذا ما أعجبتك كيفك بتطقاق اسمحين أنا خير